في زيارة هي الثانية منذ بداية التصعيد في غزة عقد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين مباحثات في إسرائيل مع رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين حاول خلالها إقناعهم بوقف مواقت لإطلاق النار لإدخال المساعدات إلى سكان القطاع الأمر الذي تم رفضه من قبل الحكومة الإسرائيلية كما حث بلينكين خلال المباحثات المسؤولين الإسرائيليين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل عدد القتل المدنيين للنقاش ينضم إلينا من رام الله أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أهلا بك سيد مصطفى إلى سكاينيوز عربية يحمل بلينكين إذن مقترحات جديدة مغايرة لمواقف واشنطن السابقة الرافضة لأي تهدئة أولا كيف تقرأ هذا التغير في الموقف الأمريكي التغير في الموقف الأمريكي لأن هناك ضغط عالمي هائل على الولايات المتحدة وضغط أيضا من الرأي العام في الولايات المتحدة وهذا الضغط بدأ يصل إلى الكونغرس وإلى مجلس الشيوخ وفي التظاهرات العارمة الجارية في الولايات المتحدة والتي يشارك فيها ليس فقط الفلسطينيون والمؤيدون الأمريكيون للقضية الفلسطينية بل أيضا حتى يهود أمريكيين يعني يشعروا بالعار مما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب وبالتالي هناك ضغط على الإدارة الأمريكية أيضا الحلفاء الأمريكيين يعني الدول الغربية الأخرى تتصاعد لهجتهم يعني أننا سمعنا موقف رئيس الوزراء النرويجي سمعنا موقف الأمين العام للأم المتحدة هناك ضغط هائل بسبب فداحة الجريمة الكبرى التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة سواء جريمة التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية أو العقوبات الجماعية التي تمارس الآن في قطاع غزة وبالتالي هناك ضغط طبعا عليهم ولكن كما يبدو اليوم هو فشل في أن يحصل على أي شيء من نتنياهو نتنياهو يقول أنه لن يسمع بقطرة وقود واحدة للمستشفيات وقبل قليل أعلن أن مستشفيات كان مراسلنا قبل قليل نضال يتحدث عن أن ربما نتنياهو ينتظر ثمن ربما يقدم من قبل الجانب الأمريكي هل يمكن أن يساوم أصلا في ظل دائما حرصه على استمرار هذا الدعم المطلق من قبل الجانب الأمريكي أنا أعتقد أنه يجب الأخذ بجدية ما قاله رئيس الأمريكي بايدن لنتنياهو قبل يومين أظن في مكالمة هاتفية وفي حواره معه يعني أنه حضر حالك تترك منصبك أنه انتهى دورك كرئيس للوزراء وعاجلا أماجلا ستترك وعليك أن تبحث من سيخلفك في ماذا ستفعل وماذا ستفعل إسرائيل لذلك القول بأن العلاقات بينهم ممتازلة بدأت تتوتر من جديد وأنا برأيي اليوم الولايات المتحدة تعرف أن عليها المسؤولية الكبرى هي الوحيدة التي تستطيع أن تلجم إسرائيل وتوقف العدوان وإذا لم تفعل ذلك فسيكون عليها عبء المسؤولية عن كل ما يجري من جرائم حرب في قطاع غزة هذا يفهم بلينكين جيدا ولكن أيضا بلينكين أعتقد سيفشل في شيء آخر يعني هو فشل في المرة الأولى عندما جاء ليقنع الدول العربية بإدانة حماس وفشل لكن سيد برغوثي الجانب الأمريكي يعني يرفض أصلا مسألة وقف اطلاق النار الشامل يعني هم يتحدثون عن وقف اطلاق نار مؤقت لماذا قد يعتبر أنه سيمارس ضغط كبير جدا على حكومة نتنياهو يمارس أو لا يمارس في نهاية المطاف الذي يقرر المسار المقاومة على الأرض وأيضا المقاومة العالمية التي تجري لهذا العدوان يعني لكن فيه نقطة أهم وجاء عشان شيء آخر وهو ما هي الترتيبات التي ستكون لغزة لاحقا وهنا أيضا هم يواجهوا معضلتين المعضل الأولى هم أصلا لم يستطيعوا أن ينفذوا الخطة الإسرائيلية بالتطهير العرق الكامل لقطاع غزة وحاول بلينكين أن يساعدهم في ذلك واضطر أن يتراجع بسبب الموقف المصري والعربي بشكل عام والآن بايدن نفسه تراجع عن هذا الأمر وقال أنه ليس مع ترحيل أهل غزة تحاول إسرائيل أن تفرض خطة باوة ترحيل شمال ووسط قطاع غزة وهذا تفشل فيه بسبب صمود الناس هناك وبسبب بسالة المقاومة على الأرض وبالتالي مخربط الوضع الأمريكي هذا الوضع الداخلي الحديث عن انقسام سيد مصطفى في الداخل الإسرائيلي حول نتنياهو بعد الفشل في تحقيق الأمن والآن ما يحدث مجراء ضغط الدولي وهذا ربما التراجع أو انقضاء الوقت حول استمرار الدعم المطلق الذي يقدم لنتنياهو كيف سيغير من شكل هذه الأزمة في آخر دقيقة إذا سمحت أنا أعتقد أنه اليوم على عكس ما يبدو أنه إسرائيل في حالة انتصار أو زهو بعدوانها على غزة هي في حالة تفتت داخلي تسبب ثلاث عوامل عدم قدرتها احتمال الخسائل البشرية عدم قدرتها احتمال الخسائل الاقتصادية التي وصلت حتى الآن إلى 7.5 مليار دولار وانهيار البورصة وانهيار الشيكل وأيضا عدم قدرتها الآن على احتمال الخسائل المعنوية والأخلاقية نتيجة الانعطاء في العام العارم الآن في المستوى العالمي وهذا كله سيترك تأثيرا وطبعا أيضا في ظل مخاطر انتجارات أكبر في المنطقة بكاملها أشكرك إذن كان معنا من رام الله أمين عام المبادر الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي شكرا جزيلا لك